طب في رمضان بقى الكورسي رمضاني كورسي القرم معانا ده النهاردة المفروض ان فيه اتنين منتج هدية لا ساني انا بحب اقول حتة دي في الاخر يعني اتتظروا معانا في تشويق اهو في حاجات مهمة عروض عظيمة مع مولا لخضراتكم مخصوص والله العظيم انا اريزة الناس في العيد تلبس اللي هي عايزات ويكونوا مبسوطين ومش مكتسبين وزن زائد واي حد ما يتوقفش في رمضان هتخرج من رمضان معك عشرة كيلو على الاقل السكريات اللي بناكلها طبعا كمية السكريات وتعالى نكلم بقى في الزيوت والدوم المركبة فلازم نستقبلها شوية طب انا فيه كمان ابني الفاضل انا فرحانة عبد راوف اول حاجة مين اللي بيتابع معاك تكام ساني عبد راوف ستاشر سنة ستاشر اسم الله عليك اسم الله عليك انا عايزة اقول السن انا عارف انه ستاشر هنا شفتي تلاتة وتلاتين تلاتين وستاشر الاتنين كانوا مشتركين في الشهية عليها صحي حبيبي صح شهية علي قولي بقى اياد الشامي تحية طيبة طبعا على الهو كم يتابع كويس كم يتابع كويس جدا وفي اي وقت منبع عليك ما تقولش حاجة على الهو لا لا صراحة لا صادق لا صراحة عليها مش بيدي بيدي صراحة لساز اياد كان في اي وقت بطلب منه اي استفسار مثلا عن الكورس رايحة برود علي في اي وقت في اي زمان متابعين يا حبيبي انا مش شرقي مركز منشطة واحدة تحية طيبة تحية طيبة تحية طيبة طيبين طب حكيلي خد القرار ازاي ولا مثلا الوالد والوالدة لما لقوا وزنك كبير فقالوا نلحق السرحة انا شفت الدكتور على القناة على التلفزيون شفت حالات كتير خاصة معي شفت بقى ستاني واحد شفت بقى ان انتوا ليكوا ثوابك اللي وجودكوا النهاردة النمازج اللي بتخس دي بتبقى انا بشوف نفسي فيهم انا ما كانش عندي امل ان انا خس بس شفت حد ده صرته كانت زي بزبط بالبرها احمد قال لي معلش انا نفسي احكي التجربة نفسي حفز الناس اللي وزنها ده لا لا استنى بص يا انها رب يديبني ايه رو ده ده ايه ده ايه ده ايه ده انت حبيبي ده ده حبيبي ايه ده خاس كم كيلو خسيت خمسة واربعين كيلو خمسة واربعين ايوه فاربع شهور خمسة واربعين كيلو انسان والله العظيم في نتائج اللي عملات ما بتوصل للدرجة ده اه في الزمن ده انت عشر اكيلو في الشهر تالي انسان كان توفيه ربنا معيك يعني لا هل هو عشان سنه صغير اللي ابتدينا بدري انه ما فيه سنه صغير عند غضة دركية اه ما فيه سنه صغير بني وتعوه مسأسلا المرار اه طب ما فيه سنه صغير وعندها بعد الشارع عنكم عن السماعين ويا رب ينعم عليكم بالصحة يا رب عندها مشاكل سكر والسكر على فكرة مسبب لزيادة الوزن والوزن مسبب للسكر الاثنين وصلاح ذو حدين فمش عامل اما نيجي نتكلم في سن لا مش عامل هنا لايف سايل ايه برا عن ايه انت عاحتك تا مبادرة مبادرة خاصة عمل التقريب الى السنه اللي فاتت للاطفال والشباب اطفال بلا سنه وشباب اصحاب اه وده انا كرامت عليها فهراجنات كبيرة الحمد لله واعراضنا الجواز اللي حديك ختيها كمان دايما نقول ان انت الطفل هو بنية تحتية لو الطفل اعتاد وعلى فكرة دي كانت مشكلة محمد انا هقوللك ده اللي علينا اللي مكتوب في الفايل عندي اعتاد على كلمة وهو قعد يأكل ممت تقول له خلص طبقك خايمة خلص طبقك اه فالطفل خلص طبقك خلص طبقك فالمعدة بتكبر صحيح فيكبر فهو عنده شهية عالية فهو يفضل المعدة تكبر اما يجي فجأة لصاحب المعدة الكبيرة ده وقول له اعمل دعاية كل بيضة مسلوقة لا يا فلو صحيح بالليلك وبيت زبادي وربع غيف اليوم وحيات كمه فيه ناس لا انا شخصية الكيميات دي مرضيها جدا فيه ناس محبة للاكل واحنا شعوب عربية وطبعا عزومات رمضان والصواني والمحاشي والصحور بره والفطار بره في الأكل الشرعي المليان فده خلص طبقك دي لازم تتشال السبب الكارسي المفرود ان انا اكل ابني الخضار دي له قطعة البروتين السلطة لازم يكون فيه سلطة مع الاكل اكل وانا شايف ان هو اكل كل من كل ده كل حاجة اي حاجة ولكن بنسب قليلة معتدلة انا اسكت ما اقولوش كامل طبق لا فكده بالضبط فكبر برضو شاهية عالية